هذه أبرز العناوين نادي ويساميونيسد الإجليزي يقارر رسميا تصريح لعيبه المغربين في أكرد بمبلغ 35 مليون يورو للفرق التي مهتمة بخدماتها الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله يفتح النار على وليد الرجراجي بتصريحات صادمة ويكشف ما يقع داخل المنتخب المغربي غلط صرايا التركية يقرر تفعيل أخيرا وتمديد عقد النجم المغربي حكمزيات مع الفريق بعد معاناة الأخير من الإصابات عبد الرزق حمد الله يفاجئ الجميع ويشيذ بالنجم المغربي صفيا راحبية بعد تألق الأخير مع العين الإماراتي ويعتبرهم من بين الأفضل مهاجمين في أبطال أسيا بتفاريغ نادي ويسهم يونيتد الإجليزية يفكر بشكل جدي في التخلي عن الدولي المغربي نيف أكرادة في الميركات الصيفي المقبلة وتحدثت التقارير الصحفي الإجليزية على أن إدارة نادي ويسهم حدث مبلغ 35 مليون يورو للتخلي عن النجم المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعجز نيف أكرادة الذي تألق مع المنتخب المغربي في منذ 2022 عن تقدم السويات جيدة مع فريقه الإجليزي في الأولي الأخيرة فضلا عن تعرضه العليم الإصابات أبعدته عن رسميتها في المباراة الأخيرة وكانت صحيفة أتليتيك أشارت في وقت سابق إلى أن أكرادة قام بتعيين ممتلين ووكلاء جدد واقتراب رحيله عن الفريق في الصيف وشددت الصحيفة على أن هذه الخطوة التي قام بها النجمة المغربية يهدف من خلالها للحصول على عرض احترافي كبيرة في ذل تواجد العديد الأندي المهتم بخدمته منها أندي الدوري روشن السعودية انتقد الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله لاعب فريق ناتي اتحاة جد السعودية وليد الرجراجي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لعدم إشراكه كثيرا في المباراة وقال مهاجم ندي اتحاة جد السعودية في حيوار عبر قناة الإعلامية خالد ياسين على يوتيوب اللوم على الرجراجي في إشراكه في شوط واحد فقط بالمباراة ما بعد كأس العالم 2022 وكان هذا الشوط أمام الرأس الأخضر الذي يعتبر منتخب قوي ومتميز واستبدلني بعد نهاية الشوط الأول مباشرة وواصل قائلا عندما استدعى الرجراجي وقابلتها قال لي لماذا يقال عنك بأنك مشاكس سألتها هل أحضرتني لهذا السؤال ولكن لقائي معه وضع الكثير مني قطع الحروف وغيرت فكرته عني وتابع حمد الله لو لم أكن لعبا محترفا لما احترفت خارج المغرب لمدة 12 عاما ومن الممكن العودة بعد ثلاث سنوات ولكن احترافتي في التعامل مع المدربين والإدارات والجمهورة جعلت مني لعبا متميزا وأكد كان الرجراجي يستدعيني للمباريات الودية ولا يقوم بإشراكي فكيف ستحكم علي خصوصا أنني أقوم بدور مهم في النادي الاتحاد السعودي وأسجل أهداف وأوضح كنت خيرا مثال مع المنتخب المغربي في موندير بقطر حيث كنتم من اللاعبين الذين يحفزون المجموعة رغم أنني لا أقبل أن أجلس احتياطيا خصوصا مع استطاعتي في تقديم الإضافة واختتم حمد الله قائلا جميع هدافي ومهاجمي أندي الدور الرشن السعودي يشاركون مع منتخباتهم إلا حمد الله نعم لم يكن لدي الحد خلال الفترات الماضية مع المنتخب ولكن كانت أفضل فتراتي التي كانت مع بادو الزكي أشارت التقارير الصحفية الإعلامية إلى أن غلط صراي التركي قرر جمديد عقد الدولي المغربي حاكم زياشا وذلك بعدما بصم على أداء جيد في المباراة الأخيرة أمام أليانس سبورا ووفقا لما ذكرته الصحفي التركية يعقوب سينار فإن زياشا لن يكون حضرا في مراسم حفل توقيع على عقد انتقاله النهائي لغلط صرايا المنأة المدرب أوكنبوك قرر منح كل ثقته للعب من خلال منحه المزيد من الفرص لاتفاع عن مكانته داخل تشكيلة الفريق وكان حاكم زياش قد ساهم يوم الاثنين الماضي في فوز فريقه على أليانس بور بنتيجة أربعة لواحدة عقب تسجيل الهدف الثاني في مواجهة خلال الدقيقة الواحدة والستونة علم أنه شارك في اللقاء كبديل وغاب حاكم زياش لعب المنتخب المغربي عن تشكيلة غلط صرايا لأزدد من شهر بسبب تأهيله من الإصابة التي كان قد أبعدته لفترة عن الميدانة وسجل حاكم زياش خمسة أهداف لفريقه التركي هذا الموسم على وعال تقديمه ثلاثة مئات حاسمة علما أن غلط صرايا لم يستفد من خدمته كما كان متوقع بسبب الإصابات المتتالية للعب ويدكر أن حاكم زياش قد انتقل إلى غلط صرايا في الصيف الماضي قادما إليه من نادي تشيس الإجليزي على سبيل الإعارة بشكل مجاني علما أن اللحب يمتد عقته مع النادي الإجليزي إلى غاية صيف يونيو 2024 نوه الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله كثيرا بالمهاجم الرجاء السابق ونادي العين الإماراتية الحالية لسفيان رحيمي بعد أدائه الجيد في منافسات دورة أبطال أزل كرة القدم وقال عبد الرزق حمد الله في حوار عبر قناة الإعلامي خالد يسين على يوتيوب يوم الجمعة الماضي صفيان رحيمي من أفضل المهاجمين على الساحة وكان بإمكانه أن يسجل أربعة أو خمسة أهداف وليس ثلاثة فقط في المباراة الهلال الأخيرة عن دهاب دور أبطال أزل وفاز العين بأربعة أهداف لإثنين على الهلال السعودي سجل رحيمي منها ثلاثة أهداف وحصل على ركلة جزاء رفض تنفيذها منحا إياها لزميله ويلتقي العين بالهلال عن إيابا نصف النهائي دور أبطال أسيا لكرة القدم الثلاثة القادمة ابتداء من الساعة السابعة مساء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة